بغداد التاجي يرتبطان بطريق طال الانتظار لرؤية وجهه جديد بعد أعوام من الإهمال والخراب لأشهر عديدة يتم العمل به لإعادة تأهيله لكن العمل وصف بالخجول ولا يناسب تطلعات المواطن نطالب بالاستعجال والاستعجال صال لسنة الجسر مال التاجي صال لسنة كشو ماكو حكو وردو سوو سيطرت الشون شالوها وخلوها ما نعرف هاستحنى وين نروح نهج من العراق يعني استعجال ببالي الشارع حمي للعالم خطيئة يعني ستفرش السياراتنا يوميا والله العظيم يشتري تايراني من وراء هذة الشارع ألف آلية والي يشتغلين خمسين ماكو حج يعني هو مو مو جسر بالبحر ولا بالفضاء يعني هسله تجيب دانقول نجمع من عدنا كسواق نقدر نشتغل خلال أربعة شهور خمسة ماكو حج رحش في العالم ونوصل كوادر كثيرة وعلى مدار الساعة تعمل لإنجازه وإكمال الخرسانة الكونكريتية وتعبيده بعد ذلك وخلال ستة عشر شهرا ليتم فيما بعد إكمال المجسرات وتأثيفه بخطة خمسية بالنسبة للعمل متواصل أربعة وعشرين ساعة حيث تم تقسيم اليوم إلى ثلاث شفتات الشفت الصباحي يبدأ من الساعة السادسة وينتهي في الساعة الواحدة والشفت المساء يبدأ من الساعة الواحدة إلى الساعة الثامنة أما الشفت الليلي فهم متمثل بأعمال الصب بسبب الحرارة المرتفعة للجو فارتأينا من الأفضل أن نسيطر على نوعية الكونكريت فيكون العمل بها من الساعة السادسة أو السابعة استمرارا إلى فجر اليوم التالي الزحامات هي أكثر ما يعاني منه السائقين الذين يطالبون بالإسراع بالإنجاز والاهتمام بالطرق الثانوية عام ونصف هي المدة المحددة لإفتتاح طريق بغداد التاجي بعد إكمال عمليات القشط والإكساء التي دائما ما تنتقد بسبب الزحامات لكنها مستمرة ليلا ونهارا لتغيير واقع الطريق عمار غسان قناة الرشيد بغداد